نبقى مع أخبار متعلقة بالانتخابات الأمريكية فزي زي غيره من المنصات وشركات الانترنت الكبيرة جوجل متهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ومع اقتراب موعد انتخابات أو الانتخابات الرئاسية هذه السنة بيحاول جوجل هو كمان يبعد عن الشبهات ويكسب ثقة الشعب والأهم الساسة تقارير لبلومبرغ كشفت أن الشركة الأمريكية تستعد لحظر الإعلانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بعد إغلاق الاقتراع المرتقب في الثالث من نوفمبر القادم التقارير قالت أن شركة جوجل أرسلت بريد للمعلنين في منصاتها وابلغتهم بسياساتها الجديدة المرتبطة بالإعلانات الانتخابية ورغم أن جوجل ما حددت قد إيش رح يظل هذا الحظر موجود على المعلنين لكنها وضحت أنها رح نفذ نفس السياسة في منصتها يوتيوب وعليه حتنشال كل المحتويات اللي بتحاول تتلاعب بالانتخابات بما فيها مقاطع الفيديو المتضمنة لمعلومات مفبركة أو مخترقة حول أي مرشح سياسي وأكدت أيضا أن المعلومات غير الصحيحة حول نتائج الانتخابات ما رح تظهر في عمليات البحث سواء على محرك البحث نفسه أو يوتيوب أخيرا الجديد ذكره أن الرئيس ترامب السنة الماضية اتهم جوجل بالتدخل في انتخابات 2016 عبر سحبها لمقالات ضد هيلاري كلينتون منافسته في آنذاك وإبرازها لمقالات بتسيء لترامب في محرك البحث ورجع في 2019 واتهمها بالعمل سرا ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الحالية